أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة تعيين معلم مساعد لغة عربية بوزارة التربية والتعليم وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية ومن المقرر أن يعقد الجهاز الامتحان بمركز تقييم القدرات والمسابقات في الفترة من 28 سبتمبر الجاري وحتى 13 نوفمبر المقبل كان الجهاز قد أعلن عن مسابقة جديدة للتعقد مع قرابة 19 ألفا في وظيفة معلم مساعد لصفوف الابتدائية لمواد الرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية والحسب الألي واللغة الإنجليزية واللغة العربية وذلك بجميع محافظات الجمهورية